هذا ودخلت الولايات المتحدة على خط أزمة الأعلام في كاركوغ ذا شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة الحوار بين حكومتين مركز وأقليم كردستان لحل الأزمة وقالت الخارجية في بيان أن الولايات المتحدة تدعم الحوار بين حكومتين بغداد وأربيل وأنها تدعم التقدم المستمرة في كل من الإصلاحات الأمنية والاقتصادية وأشار البيان إلى أن واشنطن لديها صداقة طويلة مع حكومة الإقليم وتولي أهمية لعلاقتها الاستراتيجية مع العراق